اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونت هذا الاهلي بكرة هيواجه نادي فلومنينزي البرازيلي بطل طبعا كأس الليبرتادوريس في مباراة نصف النهائي الكأس العالم للانده الحقيقة فوز الاهلي في المباراة الاخيرة امام نادي اتحاد جدة في ملعبه وامام جماهيره مدي ثقة كبيرة جدا لجمهور الاهلي ان ممكن الاهلي الاول مرة يوصل لانهائي كأس العالم للانده وليه لا وليه ما تحلمش في الكورة وليه ما تأمنش بالعبتك ان هما يقدروا ان هما يبقوا كويسين وقدروا ان هما يتغلبوا امام اي منافس مع ما كان مين المنافس وعلى فكرة احنا ساعات كتير جدا بنقلل من نفسنا وعموما كأندية مصرية وكمنتخبات وما بنقامنش بالقوة بالقوة اللي عندنا اللي ممكن تكون مش موجودة في حياتات كتير وهي الروح وان انت تلعب بقلب وان انت تحارب ان انت تخرج من مطش كورة كسبان فرقنا طول عمرها تاريخيا بتتميز بالنقطة دي طول عمرنا لما تسأل يعني اللعيبة الافارقة اللي بيلعبوا قدام منتخب مصر كانوا بيلعبوا في اهندير جمدة جدا تقول لهم يعني ايه سر ان انتوا بتقلقوا من منتخب مصر يقول لك الروح بيلعبوا بروح غير غير طبعية الروح في أوقات كتيرة في الكورة ممكن تعود فرق الامكانيات الدوافع والتنظيم الجيد يقدروا في وقت من الأوقات ان هما يتغلبوا على فرق الامكانيات والكواليتيز والفرق الفني ما بين اي فرقتين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي المغرب لو ما كانتش امنت بمدربها وليد الرجراجي وبلعبتها وبقدرة لعبتها انها توصل للسيمي فاينل بتاع كاس العالم الاخير عمرهم ما كانوا يوصلوا للسيمي فاينل عمرهم ابدا حتى ما كانوا يقربوا يعني كان اخرهم يعدوا دور المجموعات ولكن ايمان الفريق بنفسه ومدربه وامان اللعيبة ببعضها خلاهم ان هما يوصلوا نصف نهاية كاس العالم ولما ما يتأهلوش لنهاية كاس العالم يبكوا لان هما كانوا مأمنين ان هما يقدروا ان هما يوصلوا فاينل كاس عالم فلازم ناخد من درس مباراة الاهلي والتحاد جدة وتكررت مصر وايطاليا تكررت مصر وبرازيل رغم ان احنا تغلبنا تكررت مصر وهولندا في كاس العالم تسعين بكلمكم انا على المتشاط اللي انا فاكرة اتكرر ان العيب المصري يقدر ان هو بروح الفرقة وبالاسرار على المكسب وبالتنظيم الجيد والاستعداد الجيد لاي مباراة ان هو يفوس فيها فمن حق جمهور الاهلي ان هو يحلم من حق جمهور الاهلي انه يحلم انه ليه لا مش اش خطر كسب المتش اللي فات على فكرة لكن لازم يبقى ده ايمان دايما بفرقنا وايمان لعبتنا بنفسهم دايما امن بنفسك لو مش هتامن بنفسك بالكورة في الكورة اسف عمرك ما هتعرف توصل لاي حاجة ولو سألته اي لعيب وصل لان هو يلعب للمستوى الدولي وان هو يلعب في مستوى مع احسن لعبت العالم وضد احسن لعبت العالم وسألته انت ازاي وصلت للكده اول حاجة هتيجي على دماغه اول اجابة هيقولك عليها ان انا امنت بنفسي ان انا اقدر العب الناس دي ان انا اقدر اتغلب على الناس دي مش في الكورة بس في كل الالعاب كله كله مايك تايسون لما بيسألوه انت ازاي ان انت وصلت ان انت مفيش حد عارف يكسبك كل هذا الكم من المباريات اقلوه عشان امنت بنفسي عشان حلمت عشان حلمت وصدقت الحلم بتاعي ودي رسلتي لكل الشباب الصغارة اوعى تخلي حد يوقعك اوعى تخلي حد يهبطك لا لا هتلاقي في السكة ناس كتير بتحاول ان هي تقلل منك وان هي تقولك انت مش تعرف تعمل حاجة كل ده توقعه توقعه لكن دايما لازم يبقى عندك هدف تحلم به ويبقى عندك حلم وتجري وراء حلمك وتصدق نفسك ان انت تقدر ان انت تتحقق الحلم ده في رأيي ده السبب الرئيسي اللي فوز الاهلي على التحاد جدة في المباراة الاخيرة والسبب الرئيسي ان الاهلي النهاردة على بعض خطوة من هو يحقق حلم جمهوره الكبير ان هو يكون موجود في نهاية كاس العالم للاندية بل يصبح يعني محور حديث العالم باجمعه انك تكون طرف في مباراة نهائية لكاس العالم للاندية دي حاجة كبيرة جدا لكن عشان الاهلي للنهائي كاسل كعالم للاندية لازم يتغلب على فريق صعب وفريق مليح وفريق عنده يعني هيكون عنده دوافقة كبيرة جدا خاصة بعد ما تفرج على الاهلي في الماتش اللي فات يعني خلي بالكو ماتش التحجد ده ماتش التحج جدا لعيبة التحج جدا وجايرد ومدير فني للتحج جدا اتخضوا من الاسلوب اللي لقب بيه الاهلي اتخضوا من الاسلوب اللي لقب بيه الاهلي واسمعوا كلامي هو ده الاسلوب بتاع الضغط العالي وبتاع أن لعبة الأهلي بتلعب أجريسيف وأنهما لما بيستخلصوا الكرة بيحافظوا على الكرة بين رجلهم وبالعبوا بثقة اتخضوا قالك اللعبة دي لا مش هو ده اللي تقلنا عليه حتى لو كانوا تفرجوا لأنه خليباكوا أن الأهلي كان من أخبط في الفترة في الفترة اللي قبلها فأكيد المطشاطة اللي تفرجوا عليها قالك احنا نازلين زي ما كان جمهور اللي تحب يقول وبيردد قبل المطش يعني المطش نقدر نكسامه 3-4 عادي وإحنا مستريحين ولكن لغم وجود لعيبة كبارة عند التحق قدر قدر النادي الأهلي خلينا نقول النادي الأهلي لما أقدرش أتكلم على لعبة بس لما أتكلم على انتصار في مباراة زي دي وتحدي كبير زي ده لأن فري الأهلي كان في تحدي كبير